رزلنا معا حضراتكم الانعزال الأسري وضفنا اللي منوارنا في استوليو الأستاذ الدكتور عمفتاح درويش أستاذ علم النفس دكتور عمفتاح ما ليش لازم سؤال أسأله عشان الناس كلها عملة تسأله مين السبب في الانعزال الأسري؟ الأب ولا الأم ولا الأولاد؟ والله يعني طبعا عشان نحدد مين السبب ما ينفعش نحدد واحد باني هنقول الأب والأم لهم نصيب أكبر في المسئولية لأن الانعزال ده أنا بعتبره زي درجات سلم كده أول سلمة من هما لسه أطفال الأب والأم هما المسئولين عن وصول الأبناء لناية السلم فالتربية هتوصل لناية السلم أنت زرعت إيه في أول درجة؟ من أول ما تولده هل كان فيه اهتمام بالولاد ولا فيه نعم الأنانية اللي قلنا عليها بقى دوالي بقى الأب والأم ترابه إزاي؟ وخرجوا من بيت عاملة إزاي؟ لأن الأب والأم بينقلوا اللي هم ما شايفوه في أسارهم ولا أحياناً ينقلوا عكسه والله ممكن بشوف ناس طاعة من أسر متربطة ممكن ولا متربطة شكلياً مش عارفة بقى أولاً يعني إحنا عشان نتكلم بحطة الظروف وإن ده ممكن يحصل بتبقى نسب بسيطة قوي عود بشان نعود عليه عشان بتكلم بشكل علمي عشان الناس تبقى متطمينة ده بقى أممكن واحد يروح الدكتور يكتب له على دواء ممكن ينجح معها وما ينجحش مع حدا تاني لكن في أساس موجود أنا بالنسبة لي عشان أعالج ده بقول إن التفاكل الأسر ده بيكون أساسه من البداية لازم الزوج والزوجة من أول مهم بيختاروا بعض مفاهمين إن الزواج ده عبارة عن مسئولية اجتماعية مش مجرد بس كنف زوج والزوجة وأولاد في النص لأ مسئولية اجتماعية أنت هتبقى مسئول عن إعداد جيل جديد من الأبناء هتربيهم إزاي هتزرع لهم إزاي قيم في البيت لازم الأب عشان يعلهم الصلاة يصلي هو الأول ويصطحبوا بالمسجد معاه أو يصلي معهم جوا البيت ما يجذبش قدام أبوه وأم وقدام أبنائه وهم مش عاوزوا بيجذبه ابدأ بنفسك نفسك كان برضو بالنسبة للأم في زمان نقطة مشهورة كده إن التليفون ران وقال الأب الإبن رد قال فلان عب يسأل على بابا وقال له بابا مش موجود فقال له بابا بيقولك مش موجود إذا ده ده معنى إيه بقى معنى أنت إزاي تزرع له قيمة الأمانة والصدق وإنت بتجذب قدامه فالأم إزا كانت مدرسة الأب أيضا مدرسة إذا كان البيت بالفعل بالنسبة للأبناء مدرسة أي مع القيم والأخلاقيات سدقيني حنمي أولادنا بشكل سليم والإنعزال ده مش يكون موجود لإنه هنحارب بقى أي حاجة تخشلنا من الشابيك بقى إنترنت سوشيال ميديا أو أي مؤسسات خارجية طيب ما فيه أهم سوشيال ميديا بالنسبة للشباب الرفاق السوق المراهج دلوقتي بيكون له صحاب في المدرسة أو في الشارع الأب هل يعرف الأصحاب درقائز بيعملوا إيه معاه بيعرف الإبن بيروح معهم بيروح فين ما ده مهم جدا جدا دي كارثة أكبر من السوشيال ميديا لو كده فالله ولا فالي يعني أنا بسأل سؤال افتراضي للدكتور مش أكثر لو صحينا الصبح بكرة لقينا مفيش انترنت مفيش يعني زي ما جت زي ما مشيت حال ده يؤيد الترابط الأسر هو هيكون عامل من العوامل الإيجابية اللي ممكن فعلا تزيد مرة تانية من الترابط الأسر بس برضو لازم يكون في جهد من الأب والأم إزاي نوجد تفاعل جديد وأنشاطة جديدة جواهة البيت ما هو الترنت ده وسيلة وسيلة الوسيلة دي نعدمت طيب لحل إيه الأب والأم والأبناء قاعدين هو تعود أنه هو عايش في عالم افتراضي أبدأ بقى أنا وجد له عالم جديد يعيش فيه عالم حقيقي بقى عالم حقيقي بقى أنه نعود معاه هنخرج هناكل بعضنا هنوع نتكلم مع بعضنا زي زمان ما كنا بنسمع أن الأب والأم كان يعودوا ويفتحوا التليفزيون أو يفتحوا الراديو يعودوا صاروا يسمعوا مكتسوم أو يسمعوا ويعودوا صارين طول الليل مع بعض زي زي في نظام